اشتركوا في القناة الأحداث الاقتصادية متأثرة بشدة بالأوضاع السياسية سواء كانت داخل مصر أو خارج على المستوى الخارجي المحيط الإقليمي أصبح مؤثر شديد جدا في الاقتصاد المصري وشوفنا اللي حصل في دول مجلس التعاون الخليجي اللي بدأت تسحب سفراءها من قطر سواء كانت السعودية والبحرين والإمارات ده ليه تأثير مباشر جدا على الاقتصاد المصري وتوجهات الشركات بالنسبة للإستثمارات في مصر وبالذات الشركات الخليجية وأعتقد الشركات الخليجية المتمثلة في شركات سواء كانت السعودية والبحرين والإمارات والكويت بالنسبة للمحيط الدولي الأزمة الأكرونية مؤثرة بشكل كبير جدا في الاقتصاد المصري نشوفنا البورصة حصل فيها انهيار وده ما كانش انهيار متفردة بيه البورصة المصرية بس ولكن كان تراجعت في البورصات العالمية كلها معظمها يعني أحداث أوكرانيا أثرت على البورصة في مصر؟ بالتأكيد بالتأكيد كل البورصات العالمية ومن ضمنها البورصة المصرية والبورصات الخليجية تأثرت وفي البورصات الأوروبية تأثرت وبورصة موسكو تأثرت بشدة بس إيه سبب يعني؟ فيه مخاوف من اندلاع مواجهات في المنطقة والمنطقة دي دايما شديدة الحساسية بالنسبة للعالم كله منطقة البحر الأسود وروسيا والتحركات الروسية في المنطقة أو محاولاتها للدفاع عن مصالحها في منطقة البحر الأسود لأن البحر الأسود يعاد المنفذ الوحيد لروسيا على المياه الدفاة في الجنوب وبالتالي المستثمرين داخل البورصات كانوا متخوفين من رد فعل عنيف من جانب روسيا لكن لحد دلوقتي المسألة لازلت محكومة في إطار ما يسمى الحرب الباردة تصريحات تحركات على الأرض حصل استفتاء في إقليم الكرم اللي هو محل النزاع في أوكرانيا ولا هذا الاستفتاء نجم عنه أنه إقليم الكرم نفسه فضل أنه ينضم للاتحاد الروسي أو لروسيا الاتحادية وبالتالي روسيا أصبح عندها مبرر أو سناد قانوني وشرعي أنها تمتلك مواني على المياه الدفاة في البحر الأسود هذا هدى المخاوف شوية لكن في بداية الأزمة أكيد الأزمة كانت أثارت مخاوف المستثمرين تذكرت كمان قطع العلاقات ما بين القطر وصاحب السفراء من قطر بالنسبة للسعودية والإمارات والبحرين هذا إزاي أثر على مصر؟ هل هذا أثر على مصر؟ وإزاي أثر على قطر؟ هل ممكن يهز اقتصاد قطر بأي شكل من الأشكال؟ بالتأكيد يهز اقتصاد قطر بشكل كبير جدا انخفضت البورصة متالية عندهم جدا بالتأكيد دول مجلس التعاون الخليجي هو النموذج للاقتصاد العربي الموحد أو النموذج الناجح الوحيد أو الأفضل للتعاون الاقتصادي أو التكامل الاقتصادي بين الدول العربية وفكرة أن تجنيب قطر من هذا التجمع من تجمع دول مجلس التعاون الخليجي أعتقد أنه هيكون ليه أثار سلبية كبيرة جدا على الاقتصاد القطري لأن هذا التجمع بيتمتع بمزايا تخفيضات جمركية تصل إلى صفر في كل السلع المتبادلة والاقتصاد القطري بالتأكيد بيعتمد بدرجة كبيرة على سلع متدولة داخله تدخله من السعودية ومن الأمارات وبعض الدول الخليجية الأخرى هذه الموارد كلها ربما تتوقف عن الاقتصاد القطري إذا استمر التصعيد في قطع العلاقات أو صحب السفرة وما ينجم عنه من إجراءات تالي تمام طيب عايزة أروح أرجع لمصر بقى وكان فيه حوار أو كان فيه خطاب قالوا المشير السيسي أمام مجموعة من الطلبة أو حديث التخرج من كلية الطب يعني أطباء حديث التخرج الحقيقة الخطاب ده أصار جدر كبير جدا في الشارع تحديدا وسط الشباب أنه هو طالبه من بمعنى أنه لو ما يشدوا الحزام أنه ما فيش مشكلة لو أنتم تمشوا فترة عشان تتوفروا المصر ما فيش مشكلة لأنتم تدوا من مرتب شهر مثلا تتبرعوا بمرطب شهر لبلدكو أن الناس لازم تشتغل الحاجات دي كلها فالناس شافت أو الشباب شافوا يعني أن مصر ديتنا إيه في المقابل عشان إحنا نعمل ده وهل إحنا للمفروض نضحي ولا السنديق الخاصة الموجودة مثلا لحد الأقصى الأجور الذي لم يطبق حتى الآن رجال الأعمال اللي موجودين يعني عندهم مليارات الجنيهات تعليق حرك إيه على هذا الخطاب وهل بترى أن هذا هو الحل الصحيح يعني ربنا أقول كلام يزعل بعض الناس شوي أنا أقول بعض الناس شوي خطاب المشير السيسي الاقتصادي ظهر في الخطاب اللي قاله قدام شباب الأطباء وقبل كده ظهر في بعض الكليبات اللي تم تدولها على شبكات التواصل الاجتماعي ولا ميصدر نفي لها فيما يتعلق بالمضمون بتاعها من جانب الكوات المسلحة أو من جانب المشير السيسي اللي خاصة بالدعم وأن الدعم حيشيل على بعض لا 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 ما تكلمش هو ما تكلمش على الدعم هو تكلم على قضية فرض ضرائب أو إذا كانت بتكلم على ضرائب على بعض الأنشطة الأنشطة الرفاهية اللي موجودة داخل المجتمع الكليب الأول اللي هو كان المشير السيسي تكلم فيه على فرض ضريبة على الاتصالات المحمول أعتقد أن الخطاب الاقتصادي للمشير السيسي خطاب متعقل جدا وربما يصير موجة ارتياح كبيرة في الأوساط الاقتصادية لأنه عندما يتحدث عن الاقتصاد يتحدث عن أمور فعلا تحتاج إلى تصحيح تحتاج إلى تصويب تحتاج إلى عادة نظر عندما يتحدث عن عندما يتحدث عن فرض ضرائب على المحمول على اتصالات المحمول تحدث في سياق أن يمكن استخدام إراداتها في تمويل مشاريع استثمارية داخل البلد تخدم البلد تخدم المواطنين تخفف الأعباء عنهم سواء كانت أعباء خاصة بالمواصلات سواء كانت أعباء خاصة بالطاقة باستهلاك الطاقة القهربة أو أي أداة من أداة الطاقة الأخرى عندما تحدث في هذه النقطة تحديدا أوصات غربية جدا قالت أن هذا الخطاب أو وجهة نظر الفريق السيسي تحسب له ولا تحسب عليه ودي أعتقد أنها وجهة نظر قد نعتبرها محايدة شوية بس أنا أتكلم فيما يتعلق بالشباب المشير السيسي وقتها تحدث عن أن هناك ظاهرة في إفراط شديد جدا في استهلاك المحمول في مصر وبالتالي ما المانع أن نفرض عليها نفرض عليها ضريبة تردت كمان شائعات وأنا سأقول عليها شائعات أو تسريبات أنه كمان فيه تفكير أنه يتم رفع الدعم الدعم على الطاقة تحديدا لا هو الحديث اللي تحدث فيه ما هذا هيحصل إني نحن بطلق نعمل كروت البنزين الحديث اللي تحدث عليه في مسألة الطاقة حتى في مسألة كروت البنزين هو ترشيد الدعم وتوصيله لمن يستحقه فقط لا يعقل لا يعقل ونحن نتحدث عن وجود شريحة ليست بسيطة من رجال الأعمال في مصر وأغنياء وأسرياء وكذا وكذا أنها تستهلك البنزين بنفس السعر اللي بيستهلكه المواطن اللي هو محدود الداخل أو متوسط الداخل وبالتالي ظهرت فكرة كروت البنزين حتى يتم رصد حتى يتم رصد من يستهلك أكبر كمية من البنزين ثم في مرحلة لاحقة يتم التعامل معه هل هو يستحق السعر المدعم أو لا يستحقه وبالتالي ظهرت فكرة الكروت دي على أساس أن ننظم العملية وبالتالي لم يتحدث عن إلغاء الدعم لم يتحدث عن رفع الدعم عن المواطنين ولكن إعادة توسيع أو ضمان إيجاد وسيلة تضمن للدولة أن يصل لمستحقه الفعلي مباشرة دون مستطاع المشير السيسي ذكر في هذا الخطاب أمام شباب الأطباء أن مصر الميزانيتها 165 مليار جنيه وإحنا 95 مليون أو إحنا 90 مليون مصري وإحنا بنحتاج لتلات تلاف مليار علشان نقدر نصرف على البلد دي هل التلات تلاف مليار دول يعني لما أنا أضحي بمرتب شهر مثلاً وما يروحش وما استخدمش المواصلات ده حيوفر لمصر ده ولا في حلول أخرى هو حضرتك لابد أن نصير في مصارين المصار الأول أولاً فيه شوية مغلطات أنا أريد أن أضحها في الأرقام التي ذكرتها أن ميزانية مصر الميزانية السنوية أو التي ننفذها لحد 30 ستة التي جاءت حوالي 1.4 تريليون دولار تريليون جنيه أنا نقل من كلام ولا فكرة لا يبقى كلام أعتقد أن المصادر غير مؤسقة الميزانية المصرية 1.4 تريليون 1 تريليون دولار عجز السنهي مرشح العجز السنهي مرشح في الميزانية المصرية أنه يبلغ أنه يتجاوز أو يدخل في حدود 200 مليار جنيه مصري عملية تمويل هذا العجز يتم عبر مسارات عديدة ربما يكون الاقتراض وهو مستبعد حاليا في ظل حتى كل الحكومات التي تشكلت من 30 ستة لحد النهاردة أواما قبلها في رفض لمسألة الاقتراض الخارجية وبالتالي لا يوجد تمويل إلا عبر الميزانية المصرية نفسيها من الضرائب ومن المساعدات العربية رقم 2 رقم 3 من أزون الخزانة والأزون والسندات التي تطرحها الحكومة بشكل أسبوعي وبشكل شهري عبر أسواق المال المعروفة في مصر سواء كانت البنوك أو البورصة المصرية هذا يحصل عن طريقه تمويل عجز الموازن لابد أن نصير في عدة مسارات أن نرشد استهلاكنا لكل شيء أولا عندنا فطورة دعم للطاقة ضخمة جدا لماذا لا أحد يتكلم عن الحد الأقصى؟ خالص بس دعونا نخلص الجزئية وأتكلم عن الحد الأقصى العجز فطورة دعم الطاقة بالنسبة لبلد مثل مصر تصل إلى حوالي 40 مليار جنيه وربما يتعدى هذا المبلغ وبالتالي إحنا لابد أن نفكر في طريقة أن نقلل الاستهلاك لأن نحن عندنا زيادة سنوية في استهلاك الطاقة تصل إلى حوالي 10% وعملية توليد طاقات إضافية لتوليد طاقة أو تخليق طاقات إضافية لتخليق طاقة بتحتاج وقت وبالتالي إحنا لازم نثبت على الأقل معدلات الاستهلاك الحالية حتى لا تزيد فطورة استهلاك الطاقة سواء كانت كهرباء أو بنزيم أو سولار أو غيره من مواد الطاقة المدعمة وفيه خبر هنا فيما يخص بالكهرباء برضو كنا قلناه في الأخبار قرار حكومي خلال أيام برفع أسعار الكهرباء لأربعة شرائح من 10% ل15% أعتقد أن الحكومة قد تستعين بدراسات كانت نفذتها في السابق فيما يتعلق بمسألة أنه يطلعوا أربعة شرائح جديد لإستهلاك القرار وأعتقد أن الموضوع لا يجب أن يصير مخاوف لدى محدود الدخل ومتوسط الدخل لأن هناك شريحة معينة سيتم حسابها على أساس عدد اللمبات عدد الأجهزة الكهربائية لداخل المنزل نوعية اللمبات نفسها المستخدمة هيبدأ يحاول يطبق النظرية دي في التعامل مع المسألة ويحط محدود الدخل في الشريحة اللي هي الشريحة الأولى المستهدفة بالدعم ثم السعر يزيد تدريجيا في التلات مراحل الباقيين على الاتجاهات الأخرى وخاصة المصانع المناطق السكنية المعروف أنها ذات مستوى مالي مرتفع ربما تزيد الأسعار عليهم شوية في المسألة دي فيما يتعلق بالحد الأقصى الحد الأقصى عملية تطبيقه بشكل عشوائي أعتقد أنها هتضر بشكل كبير هذا الكلام قد لا يعجب لا ما حدش قل بشكل عشوائي قد لا يعجب البعض ولكن مسألة تطبيقه بشكل عشوائي لو إحنا جينا مسكنا البنوك الرئيسية في مصر أو البنوك الحكومية الكبرى اللي في مصر الحكومة لازالت تمتلك أربع بنوك كبرى في السوق المصرفي وهذه البنوك هي المؤثر الأساسي في الاقتصاد لو إحنا جينا طبقنا نظرية الحد الأقصى عليها ده سيسبب إلى هجرة جماعية لكل القيادات والكوادر والخبرات اللي موجودة داخل هذه القطاعات لو طبقنا الحد الأقصى برضو في قطاع مثلا زي قطاع البترول أعتقد أنه سيتسبب في نفس المشكلة لأن هذه الكوادر سواء كانت في البنوك أو شركات البترول أو غيرها من القطاعات الضخمة في البلد إذا هجرت من أماكنها هتترك فرق كبير المعليش المهمة دول برضو لازم يعطوا مصر يا فندم يعني مش المواطن البسيط الموظف اللي بربعمائة جنيه هو اللي هيعطي مصر ودول لا يعطوا مصر يعني إذا كنا نتكلم عن سوق حر أعايز يهاجر بقى يهاجر براحته لكن مش هياخد من الموظف البسيط هو مش هيهاجر الخارج هيهاجر البتاعة لا هو مش هيهاجر الخارج أنا ما قدرش أضغط عليه في حاجة زي كده خلاص يبقى نضغط على الموظف بربعمائة جنيا لا ما أنا هقول لحضرتك الحاجة أنا لو هاجي أضغط على كدر زي كده هقوله أنت هتفضل هنا في المكانك ده وهتاخد 15 جنيه مثلا في الشهر بس في حين أنه ممكن في مكان آخر داخل مصر في بنك استثماري داخل مصر في حين أنك ممكن تاخد 50 هل يعقل أن أنا أضغط عليه هنا لا يعقل طبعا لا أنا ممكن يبقى فيه بقانون للحض الأقصى أنا ممكن أسيبه وأفرض عليه ضريبة وإحنا تكلمنا عن ضريبة تصعودية على أساس الدخول أفرض عليه ضريبة بحيث أن أنا ممكن أسيبه ويروح يشتغل في المكان الثاني يحقق ربح أكتر ولكن يخضع لضريبة يتفحى للدولة فإحنا لو فكر عشان كده بقولك التطبيق الحد الأقصى لا يجب أن يتم بشكل عشوائي ولكن يجب أن يدرس بعناية فائقة حتى لا يتسبب في مشاكل إدارية للقطاعات المستهدفة به زي البنوك زي شركات البترول الكبرى زي قطاعات الكهرباء وهكذا أنا بشكر حريك جدا أنا وجودك معنا وأعتقد الموضوع ده يعني لازم يتم بحثه بقى علشان تأكيد علشان أعتقد لده مش الحل الوحيد للناس تشد الحزام في كمان وسائل أخرى كتيرة مصر غنية وعندها وسائل كتير جدا لها تجيب وسائل نحن في حاجة نحن في حاجة لتطوير التعليم لخلق كوادر إضافية صف تاني وتالت نحن في حاجة لشباب نحن في حاجة نفهم مشاكلنا الاقتصادية جيدا حتى يمكن حلها بشكل عقلاني تمام وأستاذ ناجي عبد العزيز رئيس القسم الاقتصادي في مصر اليوم بشكرك شكرا جزيلا شكرا الآن نتابع مع بعض تقرير عن الألعاب المائية في مدينة شرم الشيخ وده ضمن في إطار حملة قناة نايل لايف لدعم وتنشيط السياحة المصرية تابعونا